نروح لخبر مهم بحسن مصدر في النادي الاهلي لرقم عشرة مفوضات النادي الاهلي مع محمد الشناوي لتمديد عقده مشى بشكل جيد بين الطرفين في الوقت الحالي الشناوي طالب انه ياخد 40 مليون جنيه في الموسم عشان يمدد عقده اللي بينتهي بنهاية موسم 2025 بياخد 16 مليون جنيه وبيصله يعني 16 مليون دول ل25 مليون جنيه مع الحملات الاعلانية هو طالب 40 مليون جنيه للتمديد والكلام بينه من النادي الاهلي ماشي بشكل ايجابي جدا هتقولي 40 مليون ده كتير اوة كريمة هقولك بصراحة يعني في الارقام اللي بنسمعها دلوقتي على حريص مصر الاول تصوري يعني تصوري هو مش رقم كبير لو حطيت في اعتبارك كمان ان محمد الشناوي دائما وابدا بيجي له عروض خيالية خيالية ليه هو من الدور السعودي تحديدا تابعنا الكلام ده لفترات المضايا فالرقم اعتقد بالنسبة للارقام الدفع معقول بس هو الرقم كبير طبعا بس معقول وغالبا وارد انه يكون ده اخر تمديد ليه وارد يعني فطبيعي ياخد الرقم اللي ممكن يرضيه اعطاك النادي الاهلي مش هيختلف كتير مع محمد الشناوي